في ضربة أمنية قوية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل ناسابين قام بالاستيلاء على أنوال عملاء أحد البنوك بطرق احتيالية وهي القضية التي شغلت رأي العام في الفترة الأخيرة وقد تمكنت الوزارة من إعادة المبالغ المستولى عليها كاملة إلى عملاء البنك وما يؤكد على يقضة الأجهزة الأمنية وقدرتها على تتبع ورصد تلك الجرائم وضبط مرتكبيها قال لي حاجة واحدة حضرتك هتبطل معي على التليفون والبنك هيبعث لك بسائلة دلوقتي برقم كود هتملغوني من الشمال لليمين ويتم التحديث شغلت قضية وسرقة مبالغ مالية من عملاء أحد البنوك الرأي العام على مدار الأيام الماضية في الوقت الذي كانت تواصل فيها أجهزة وزارة الداخلية العمل ليل نهار للوصول إلى مرتكب تلك الواقعة بعد تأكيد عملاء البنك تلقيهم مكالمات من أشخاص ادعوا فيها أنهم موظفون بالبنك وعرضوا عليهم تحديث البيانات وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكية ومن خلال طرق احتيالية تمكنوا من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء وإجراء تعاملات بنكية عليها كنا نتصب العميل ونستدرجه في البيانات أنه يقدر يوضح لنا بياناته ونوضح له أننا موظفين البنك عشان يكون فيه تحديث لبياناته وكده بيبدأ أنه يديني بياناته وفعل بها الخدمة وبييجي باسورت فأنا بقوله أن الباسورت ده جالك عن طريق البنك فهو بيقدر أنه يوضحه لي أما بأخذ منه الرقم ده بقى خلاص قدرت أنه أوصل لحسابه بقدر أتحمل أولاين أو بقدر أنه أشتري بالكارت يعني ما كانش أساساً المواطن يساعد اللي بيكلمه أنه هو اللي قال البيانات يعني هو لازم هو اللي يقول كل حاجة ولكي يتمكن المتهمون من سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلي قاموا بإنشاء شركة توظيف وهمية بالمينيا وأعلنوا عن وظائف وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوة تحويل مرتباتهم إليها ثم قاموا بتحويل المبالغ المالية المستولى عليها من عملاء البنك إلى تلك البطاقات وسحبوا المبالغ المالية من عدة ماكينات آلي بالقاهرة كنت بنزل إعلام بالوظائف المطلوبة كنت بكلم من ناسه وبتعامل معهم عادي وجابلتهم عملت معهم الإنتروفيو وقلت لهم الورج المطلوب كل واحد ملأ الأبريكيشن بتاعه وصورت البطاقة واثنين كارت تنميزة حولت المبالغ على الكروت من الحساب العميل حولتها على الكروت بس بعد كده سحبتها بس طبعا كنت متخفية قدرنا نحصل في خلال التلات أيام بعد أن سرقنا الفلوس من العملاء قدرنا نحصل على اتنين مليون جنيه لم يكن من السهولة بمكان الوصول لهذا التشكيل العصابي نظرا لتعمدهم التخفي عند سحب الأموال من مكينات الصراف الآلي لكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتبعت خطوط سير الجناة وباستخدام التقنيات الحديثة اشتركوا في القناة وطبعا كانت الصعوبة في القضية أن المتهمين بيستخدموا اتصالات هاتفية بأرقام غير مسجلة بأسمائهم بالإضافة أن بطاقات الدفع الإلكتروني اللي كانت بتستخدم فيه عمليات سحب الأموال غير خاصة بهم وخاصة بناس مجد عليهم تم الاستلاء عليها كمان المتهمين أثناء تردوهم على مكانيات الصراف الآلي بيتعمدوا إخفاءه بهم نجحت الإدارة في إعادة المبالغ المستولى عليها كاملة إلى عملاء البنك وفكت لغز قضية معقدة برغم اتخاذ المتهمين للعديد من إجراءات الحيطة والحذر لعدم كشف جريمتهم ما يؤكد احترافية وقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية المستحدثة وضبط مرتكبيها بما يسهم في الحفاظ على مدخارات وأموال المصريين وتريب وزارة الداخلية المواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الاتفاة من أشخاص مجهولين وعدم إعطاء أي بيانات عنهم سواء من حيث بطاقات الدفع الإلكتروني أو بيانات الحسابات البنكية الخاصة بهم سقوط هذا التشكيل العصابي يؤكد على اليقظة الكبيرة التي تتمتع بها أجهزة وزارة الداخلية وضقة الرصد والمتابعة وسرعة الضبط في التعامل مع كافة الجرائم بخاصة الجرائم الإلكترونية المستحدثة والهدف الأساسي والحفاظ على ودائع المصريين في البنوك المختلفة عبدالله بركات التلفزيون المصري